قسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه والله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب شرعية وأسباب حسية لديه آلم في بطني أخذ شيء من الدواء وشرب أو شيء من الأعشاب وشرب هذا سبب محسوس ملموس أو أخذ يقرأ على بطني الفاتح هذا سبب شرعي رقه شرعية هذا يصح هذا سبب محسوس في القسم �ول ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب والله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب شرعية وأسباب حسية كلاب والله سبحانه وتعالى أجونهم يقرر أن تقرر أن تقرر أن تقرر أن تقرر أن تقرر أن يتسابه على أدخال أن يتسابه فإذا كان يتسابه فإن الله يتسابه شكرا للمشاهدة سبب على رجل سيارة أشياء منها نكي من ناس سبب على سبب اشياء في مدينة على صفحة في المدينة في مدينة في مدينة أسد أو حوت أو سمغ أساس المعرة أو زرع أو أساس أو قديس أو racياب أساس المعرة أو ملعائك أو قاتل أساس ده مباشرة أو أساس أو قناع أساس أو عين أو؟ أساس أو قحة أو أقدم أساس أو رات أساس أو قناع أيضا أو قناع الميت مثلا لماذا تضع هذه الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى لديها أسبابا لدفعه لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سببا لا حسا ولا شرانا فهذا شرق سر وإذا يعتقد أنه التي تطفع الجن والشياتين والعين فهذا هو شرق الأكبر كان على شرق سراء لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فلا نضعها السيد سبحانه وتعالى لديها وشكل اجل واحدة لا يستشعر لك لن يتعالى مولم الله سبان تالا ساچوه از اشتركوا فيها اشتركوا في القناة